لا نشعر إذا كان راني ننطق في لقب هذه السيدة ننطق فيها صحيح ولكن هذا الاسم تكرر بزاف وحكاو عليه بزاف في اليومين هذو اللي فاتوا أنا شخصيا لا أعرف هذه السيدة ولا أسمع باسمها من قبل فجاني فضول أنا دين نبحث ونشوف قصة الأخصص فيها فأدخلت اليوتيوب وبدأت نشوف الفيديو تاها صراحة سيدة غريبة الأطوار ومن ظن الفيديوهات اللي لفت انتباهي هو هذا نشوفوه مع بعض هذه هي صوفيا صوفيا هنا مش تشتم في بلد آخر ولا شعب آخر هذي هي تشتم هنا وتسب في الصحفيين الجزائريين ما نش عارف أنا وش من صفة تتصرف تصرف كما هذا وين تصل بها الدرجة إلى أنه تعاير وتسب الصحفيين الجزائريين ولكن الظاهر أنه هذا السيدة عندها طريقة معينة في التعامل مع الناس الشي اللي وقع أنه انتشر فيديو لها مؤخرا هي تمشي مع المعليكيب ناسيونال على ما يبدو مناصرة متحمسة جدا للفريق الوطني تمشي معه في كل خلاجاته على أساس أنها تشجع المنتخب فنزلت في كوديفوار اللي راح يحتضن كأس إفريقيا للأمم وبعد نزولها أنا شفت الفيديو نتاحا ما نعرضوش هنا طبعا لأن أنا من حبوش انتشار الإساءة فتكلمت على رحلتها ووصولها إلى كوديفوار وللأمانة يعني قالت كأين مسجد كأين كذا وبدأت تكلم في أمور جرحة مشاعر أصدقائنا الإفواريين وجرحة مشاعر نحنا أيضا كجزائريين نحنا ما نقبلوش ولا قطعا هذا النوع من السلوك من أي كان لما ينزل ضيف على بلد آخر بلد شقيق وكوديفوار بلد شقيق للجزائر فأول شيء نقولوه للإخوة في كوديفوار والأصدقاء هناك أن الكلام اللي قالت صوفيا لا يمثل الشعب الجزائري وأن صوفيا هذه لا تمثل إلا نفسها فبالعكس الجماهير الجزائرية والشباب الجزائري موجودين هناك وسمعنا منهم إلا كل خير ورغم في بلدهم الثاني كوديفوار بلد إفريقي عريق ومحبوب وناس عندهم باع طويل في هذه اللعبة لعبة كرة القدم فالكلام اللي قالته صوفيا هو حقا لا يجوز ولا يليق ويمثلها هي فنتمنى أن الأصدقاء في كوديفوار ما يدوش هذا الكلام على أن هذا رأي الجزائريين ولا رأي الجزائر كل واحد يمثل نفسه وهذه ما تمثل لجهة شعبية ولا جهة رسمية هذه تمثل نفسها يعني راحت بسوء تصرفها وسوء أدبها ودارت هذا الغلطة هذه فمن الخطأ أننا نقول لهذه السيدة تمثل رأي الجزائريين ولكن خلونا نقول شيء آخر ما هو السبب الذي أدى إلى سوء التفاهم هذا وشيء الحاجة لضخمة الموضوع يعني واحدة تافهة راحت قالت كلام تافه وكلام ساقط وأخذت عقابها يعني تم ترحيلها من كوديفوار وأكيد سوف تنال عقابها هنا بالنسبة لنا هنا في الجزائر والشعب الجزائري كله يستنكر أفعالها لكن كي إن سبب كي إن شيء معين نتمنى من الأصدقاء الإفواريين ونتمنى أكثر من أصدقائي لهم يتبعوني ويتقنون اللغة الفرنسية ويتقنون اللغة الإنجليزية الجزائريين أنهم يوصلوا الرسائل نحن الجزائريين يوصلوها بأمانة إلى كوديفوار السبب هو جرثومة تكمن في إفريقيا في غرب إفريقيا اللي هي المروك ماروك ماروكو هذا الجرثومة هذه هي اللي أدات إلى هذا السوء الفهم وإشعال هذه الفتنة محاولة إشعال الفتنة بين الجزائر وكوديفوار عندهم أمل كبير جدا أنهم يضربوا مكانة الجزائر في إفريقيا فمن ظن الأشياء اللي داروها هما أنهم جابوا الفيديو تاعة صوفيا هذه وقاموا بترجمته ونشره من خلال ذباب الإلكتروني تاحم نشره على أوسع نطاق في كوديفوار وإفريقيا وزادوا التعليقات انتاحهم يقولوا باللي هذا رأي الجزائريين في كوديفواري ولبالي هذا الأمر أدى إلى غضب واسع داخل المجتمع الإفريقي وفي المجتمع الإفريقي بسكو علاش خاروطنا في إفريقيا ما زالوا ما مش عارفين ما عندهمش نظرة أو دراية بما يفعله المخزن وما الذي يريد أن يفعله المخزن يعني المخزن حتى في الاتحاد الإفريقي وشفت المحاولات المستميتة لتشويه الاتحاد الإفريقي بكل الأسليب القادرة الموجودة واللي من ضمنها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والذباب الإلكتروني وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتشويه إفريقيا ومنظر إفريقيا خاصة بعد ما تم طرد صديقتهم الإسرائيل حاول يدخلها إلى الكيان والإتحاد الإفريقي فتم طردهم من هذا الاتحاد المروك اللي مهوش مقبول حتى في الإكواس يعني مرفوض حتى في المنظمات الاقتصادية الإفريقية رفضاتوا لا تريدهم لأن هذا البلد الذي ارتكب الجرائم الفضيعة في حق الأفارقة المهاجرين خلونا نذكركم بهذه الجريمة لأن الكثيرين يظهر لأنهم ينسوا شوفوا معي ما الذي فعله المروك في المهاجرين الأفريقية تبعوا معي هذه هي المروك بلد عنصري يكره إفريقيا ويرى بأنه عنده حق في كل إفريقيا وعنده حق أنه يحتل كل إفريقيا يعني عندهم تقدروا خاوتنا الإفواريين أنا أقول لكم طرج المكلامي وبلغوه بشكل صحيح أنهم يعودوا يراجعوا حقيقة هذا البلد المقيت لما يفوت حتى فرصة لإساءة لإفريقيا والإفريقيين إذن قضية صوفيا هي قضية قضية تافية يعني ما أقلت كلام تافية وكان يعني بمجرد أنه تكون كاينة شكوى أو شيء من هذا القبيل والسلطات الجزائرية تتدخل وفعلا تدخلت السلطات الجزائرية وقامت بسحب هذه السيدة التي أساءت إلى صورة الجزائر والجزائريين أولا ولكن كما قلت اللي يصد في الملح على الجرح هم المروك المروك اللي ما خلاه حتى وسيد التواصل الاجتماعي إلا ونقلوا فيه الصورة نتعصوا فيها هذه وزادوا تمادوا أكثر من ذلك ولو هما يسجلوا هما شخصيا يسجلوا فيديوهات يسبوا فيها الإبواليين ويقولوا شوفوا هذا الجزائريين ماذا يفعلون أيضا منظم الأسرائيل المنقدرة أنهم يدوا تسجيلاتنا وفيديوهاتنا ويركبوا عليها كلام آخر وقصوا لسقوا ذكاء إصطناعي ويخرجوا أكاديب ما أنزل الله بها من السلطان إذن لازم على المؤثرين الجزائريين وعلى الإعلام الجزائري أنه يصحح الرؤية ويصحح الصورة ويشير إلى المجرم الحقيقي اللي هي المروق هي التي تحاول أنها تدخل السياسة في كرة القدم هذا هو دورهم يحاولوا أنهم بطريقة وبأخرى عندهم أمل شفناها مجدر ومعمالي وسعيهم الحتيث وإرادتهم نحو تشويه العلاقة ما بين الجزائر وما ليرك أن تشوفوا الإعلام تحملي بما زال يتكلم عن موضوع ويثير في القلاقل ويثير في المشاكل على أمل أنه يزيح الجزائر من المشهد ومن صدارة المشهد الإفريقي والآن لكم تشوفوه مع كود ديبور من خلال هذه اللعبة القادرة واللعبة الخسيسة اللي مستحيل يقوم بها إنسان في واحد عنده أخلاق وعنده وعي إذن هذه رسالة اليوم للإخوة الأفارقة في كود ديبور وكل الإخوة الأفارقة الجزائر من ضمن أولوياتها هي الاتصال والاتحاد مع كل إفريقيا لمجابهة تحديات العالم الحمد لله سمعة الجزائر في الاتحاد الإفريقي وعلاقاتها مع كود ديبور علاقات متميزة علاقتها مع النيجر مع نيجيريا مع جنوب إفريقيا مع تشاد مع الموزنبيق مع أي بلد إفريقي دائما الجزائر تشارك وبشكل فعال نحو الارتقاء بالقارة الصمرة